في زمان خالص لو انا فكر مظبوط كان يمكن اواخر التمانينات عندما كتب الدكتور فاروق الباز على محور التنمية والتعمير انا فكر العنوان كان اسمه كده احطاعم بنقوله ايه محور التنمية محور التنمية كان اسمه محور التنمية والتعمير وهذا المؤلف الضخم او الدراسة الضخمة الهائلة للعالم العظيم الدكتور فاروق الباز خدتها الحكومة انا زاك او الدولة انا زاك وحطتها في الدرج بالرغم ان الراجل بيتكلم عن مصر يعني وازاي نقدر نخلق فيها محاور للتنمية والتعمير فالمناقشة خدتنا الفين خدتنا ليه الخرايط اللي كانت متضمنة في هذه الدراسة العظيمة جدا للدكتور فاروق دقيقة انه يتعامل طريق طولي يصل من غرب الاسكندرية لحد اسوان بطول 1200 كم على انه تتقاطع معاه طرق عرضية حوالي 12 طريق وانه ما ينفعش انه فاكت كلام الدكتور فاروق وانه ما ينفعش يتعامل سك حديد تاني تقطع الدلتا ولا تقطع المناطق المدنية المأهولة حاليا حتى ولو في الصعيد لانها هتاكل من الاراضي الزراعية فلازم يتعامل سك حديد في حتة تانية خالص ده كلام مين؟ دكتور فاروق الباز وتعدي السنين وانتوا تتذكروا انه في خبط الرئيس قبل الدكتور فاروق الباز من كذا سنة واتكلم مع الدكتور فاروق وقاله هنعمل اللي قلت عليها دكتور ونقدر اقول لك انه اللي حصل انه تعمل مش محور التنمية والتعمير بس كما ذكروا واستفاض فيه الدكتور فاروق بكافة التفاصيل هو وزاد عليه بصراحة يعني ما تم في مصر يزيد انا بقول الكلام ده ليه بالمناسبة؟ انا بقول الكلام ده فعلا بمحض الصدفة اللي خلتني طلعتها لطريق السويس النهاردة؟ وفي نفس الوقت وانا بفكر في كل الاصوات اللي قعد خوتانة بقالها سبع تمان سنين انتوا ليه بتعملوا طرق؟ والله تقدر تسأل الدكتور فاروق الباز يعني ما هو مش معقول يا جماعة انه كل الوان الطيف السياسي اواخر التمانينات والتسعينات والحد 2011 روما بعد 2011 وصل 2013 بيقولوا يا جماعة احنا ليه ما نتبناش افكار الدكتور فاروق الباز في محور التنمية والتعمير طيب تيجي مصر تتبنى هذا المشروع مش هقولك تحسن ولا تجود تقولك وتضيف عليه كمان فيبقى بدل الاستحسان والشكر وليه الله هو انتوا مش كنتوا بتشجعوا من 20 سنة ولا 30 سنة فجأة دلوقتي بقى مش حلو ده شيء غريب جدا الدكتور فاروق لما فكر في الدراسة دي وصغها الحقيقة بشكل عظيم ومبهر طبعا يعني مش انا اللي اسني على الدكتور فاروق ده علم عظيم في الدنيا يعني لكن هو كان كل التفكير منصب على ايه انه احنا بنربط مصر ببعضها بشبكة واسعة جدا من الطرق من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها فتبقى ربط كل حتة في هذا المربع او شبه المربع اللي موجود عندنا اللي اسمه جمهورية مصر العربية مليون كيلو متر مربع وكسور وانه هذا الربط عن طريق هذه الطرق الضخمة والمحاور الضخمة جدا اللي بتربط هتؤدي الى تنمية على ضفتي اي طريق وبالتالي هتتسع رقعة العمران وبالتالي هيحتاج هذا العمران الى التصنيع والزراعة وشتى الوان المناحي او الروافد الاقتصادية وده اللي كان بيتعامل في مصر من 2014 لحد اللحظة اللي احنا فيها دي مصر تربطت ده زاد ان انا ابقى بعمل خط سكة حديد من الدخيل من العين السخنة لحد الدخيلة وبعمل خط سكة حديد من طابة لحد العريش وبعمل طرق بالعرض تربط مصر من الشرق للغرب وعامل تقريبا اظن 13 او 14 مينة عالمي بكافة المقيس يعني تيجي تقولي روتردام اقولك موجود عندي تيجي تقولي لندن اقولك موجود عندي ده فعلا مش ازار وبعمل مطارات وفي نفس الوقت بعمل مجمعات صناعية كبيرة وفي نفس الوقت بعمل رقعة زراعية ضخمة جدا طب انا هفكرك بحاجة ورجع ورايا لو سمحت هذه الدراسة العظيمة بتاعت الدكتور فاروق محور التنمية والتعمير ده عنوانك وهو بيتكلم على ازاي لازم نمد انبوب مائي يصل الى الصحراء الغربية علشان نعمل استزراع فيها فهذا الانبوب المائي ما يبقاش مجرد قناة مائية علشان البخر والتصرف في التربة وما الى ذلك فتيجي تشوف اكبر واضخم نهر صناعي على الكرة الارضية معمول عندنا وبيتعمل عشان ابقى دقيق بيتعمل عندنا وقرى بيخلص عشان اقدر اروي الالفين وربع فدان او الاتنين ايه اتنين واتنين مليون فدان وربع اللي هما الدلتة الجديدة بمحطات المعالجة ومحطات الرفع حاجة مزهلة اللي بتحصل عند الدلتة الجديدة دي وهذا النهر العظيم والمحاور اللي بتتعمل هو دا مش كلام الدكتور فاروق الباز وضفنا عليه ما بين قصين ان اردت قال لا تستحسن وقال لا تشكر والشكر لله اولا اسكت طب اذا ما كنتش فاهم قدينة يا سيدي بنفاهم بعض مش هقولك افاهمك قدينة بنفاهم بعض اقولك الكلمتين دور ورايا ارجع لدراسة محور التنمية والتعمير وجيب الخريطة بتاعة مصر والحاجة بالمناسبة موجودة على البوابة بتاعة الحكومة موجودة على الموقع بتاعة رئاسة الجمهورية شهلة خالص يعني دا دوس على الزرار بس هيطلع لك كل حاجة حط دي قدام دي وشوف انت هتلاقي اللي قاله الدكتور فاروق مش بس هو اللي اتعمل وضفنا عليه طب ضفنا عليه قد ايه كتير مصر النهار دا واحنا بنتكلم متربطة شمال وجنوب وشرق وغرب وما بينقصين كده وبالورد كل حاجة انت ربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط كده من العين السخنة لحد الدخيلة ونازل من عند الدخيلة لحد الجنوب ومحاورة عرضية بتربط مصر كلها انت محتاج كل ده عشان بقى فيه عندك اقتصاد دكتور فاروق كان بيتكلم على انه فيه ازم الطاقة فلازم نوفر طاقة عشان نقدر ابني بها هذه المصانع فانت وفرت الطاقة اولا وعملت الطرق معها بالتوازي عشان تقدر تبني المصانع والمصانع كانت تشتغل ازاي من غير طرق وتشتغل ازاي من غير طاقة بالايه بالحب ما ينفعش